أعلن مندوب روسيا الدائم لدى نظمة الأمن والتعاون في أوروبا أليكساندر لوكاشفيتش أن هناك مؤشرات تدل على أن القيادة الأوكرانية لا تستبعد محاولة حل النزاع في منطقة دونباس عسكريا وخلال موجز صحفي قال لوكاشفيتش الوضع في دونباس يزداد تدهورا وذلك يدل على أن القيادة الأوكرانية لا تستبعد سيناريو حل مشاكل دونباس بقوة عسكرية وأشار المندوب الروسي لوجود علاقة بين هذا السيناريو واخطة تعزيز التعاون بين أوكرانيا والناتو وتوريد مزيد من الأسلحات الغربية لكييفا وتسيل تواجد عسكري الناتو في أراضي أوكرانيا وعد لوكاشفيتش إلى الأذهان إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وفق آخر العام الماضي على قرار البرلمان بشأن توسيع إمكانية تواجد العسكريين الغربيين في أراضي البلاد لمشاركتهم في التدريبات العسكرية هناك مضيفا ستكون هناك وفقا لمعلوماتنا ما لا يقل عن عشر التدريبات من هذا النوع وبما أن ذلك يجري قرب الحدود الروسية فهذا يمثل تهديدا حقيقيا على أمننا